أثناء خطابه بمناسبة تقديم تهني إذا الفطر المبارك بالقصر الرئاسي دعا رئيس الجمهورية إدري سيد بيتنو عضاء المجلس العالي لشن الإسلامية إلى ضرورة المشاركة في تعزيز العمن والتعايش السلمي بين أبناء الوطن حول هذا الموضوع عدلنا الزميلة محمد حسن آدم الورقة التالية يعتبر التعايش السلمي والأمن والاستقرار وتحقيق الرفاهية للشعب الشادي من أهم أولويات فخامة رئيس الجمهورية إدري سيد بيتنو هذا وأثناء خطابه أمام أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد بمناسبة تقديم تهاني عيد الفطر المبارك قدم رئيس الجمهورية خطابا ضافيا تناول فيه أهمية العمن والتعايش السلمي اللذان تنعم بهم البلاد كما تلب من العمة والمشايق والدعاة المشاركة والوقوف بجانب الحكومة لنشر ثقافة السلام عبر الرسائل المنبرية وحلقات الدروس والمواعز والشعائر الدينية المختلفة وشدد فخامته على ضرورة حب الوطن واحترام سلطة الدولة والوحدة والتضامن والعمل الجاد من عجل الرقي والازدهار والنهض الشامل كما أن هذه الرسالة موجهة إلى جميع الشعب الجادي بغية مكافهة الرشوة والفساد ونفذ العنف وتضافر الجهود لرفع التحديات التي تعيق سير التنمية المستدامة وفي سياق متصل فقد جدد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الكزامه لمكافهة ودهر الإرهاب بكل السبل المتاحة وكذا أدم السماح لأي كان يحاول زعزعة أمن واستقرار التاديين كما داء الجميع إلى دأم ومساندة الحكومة في مساعيها الرامية إلى الهفاظ على الأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم فيجب علينا جميعا الوقوف كوقفة رجل واحد للمضي قدما وتحقيق النهض الشاملة